هذا وشكل اعلان سمو أمير لولة الكويت الشقيق قبول قطر مطالب الدول الأربع برقة أمل للشعوب الخليجية كافة إلى أن تلك الفرحة لم تكتمل بتعنت النظام القطري الذي رفقه خطاب إعلامي يتاجر بالأزمة ويتغذى على الخلافات المطار مشتعدة إلى أن تنبي كل المطالب التي وضع المطالب الثلاثة عشر التي قدمت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر